السلام عليكم أهلا بكم من جديد والسعيد بلقائكم في هذه المراجعة المميزة على قناتنا لهذا الجهاز الانفيديا شيلد 2019 الموديل الحديث من انفيديا من سنة 2017 لم تنزل ولا جهاز هذا هو الأخير إخواني بهذا الشكل كما تلاحظون شكل مميز هذه المرة وخصائص جديدة من بينها المعالج طبعا الجديد من انفيديا وهو تيجرا اكس وان بلاس هذا المعالج بسرعة 2.1 جيجا هيرت كواد كور أيضا لديكم معالج رسومية من انفيديا مميز أيضا اللي هو الـ 256 كور من انفيديا وأيضا هذا الجهاز الـ Dolby Atmos والـ Dolby Vision فيه 2 جيجا بايت الرام DDR 3 جيجا بايت كسعة تخزين تدعم الميكرو اس دي لزيادة من حجم التخزين وأيضا لديكم الـ Wifi 24 و 5 جي بتقنية الميمو port RG 45 جيجا بيت ويدعم البلوتوث النسخة الخامسة أيضا عدة مزايا أخرى من بينها تدعم 4K HDR وأيضا بجودة 60 FPS ولديكم خاصية مهمة جدا هي الإي آي أبسكالينغ اللي سنتعرف عليها أيضا في هذه المراجعة خصائص عديدة وخصوصا الألعاب الجيمينغ هذا الجهاز لهواة الألعاب بالدرجة الأولى لو كنت هاوي ألعاب وجيمينغ هذا الجهاز هو لك صديقي الكريم لنطلع إليكم هذه الإنترو نطلع فاصل نشوف ماذا هناك في هذه العلبة بعدها نعود إليكم لنقوم بمراجعتهم مع بعض على التلفزيون لا تذهبوا بعيدا لكن قبل ذلك لا تنزوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأيضا لايك للفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باللغة الإنجليزية كيبل باور لشبكي الجهاز مع الكهرباء أيضا هذا المنفذ فهو أمريكي فيمكنكم استعمال أحد الأدابتر مثل هذه وتشغيله بهذه الطريقة مع المنفذ الكهربائي الخاص بكم ريموت كونترول الريموت إخواني هذه المرة مختلفة عن النسخة 2017 هذه النسخة الجديدة كما تشاهدون طبعا هي متلثة من هذه الجهة طبعا الريموت مختلفة عن النسخة السابقة ممتازة تعمل بالبلوتوت النسخة الخامسة سريعة جدا جربتها تقريبا فهي رائعة جدا وأجمل شيء في هذه الريموت بأنها تدعم الباك لايت يمكن تشغيلها في الضلام بمجرد لمس الريموت فهي تضيء لتظهر لك جميع الأزرار بشكل واضح جدا تساعدك في التحكم بكل سهولة في هذه الأندرويد بوكس من إنفيديا وأخيرا الإنفيديا شيلد نعم هي هذه الأسطوانة إخواني اللي تشاهدون هذا الدزاين هذه المرة مختلف عن النسخة السابقة هذه هي القطعة الإنفيديا شيلد تيفي 2019 كم شاهدون إخواني إذن كل ما في هذه القطعة يعبار عن أسطوانة ومن الجانبين يمكنكم من جانب لدينا من هنا لدينا منفذ HDMI النسخة الثانية بي وأيضا لديكم زر للرزت من هنا وأيضا لديكم منفذ للبطاقة سيم كارت من هذا الجانب هذا كل شيء من الجانب الثاني إخواني لدينا منفذ لكيبل الباور من هنا يعني لا يدعم أدابتر أو شاحن فقط المنفذ مباشر على الكهرباء وأيضا لديكم منفذ الـ RG45 واللي هو 1000 ميجا بيت 1 جيجا في السرعة إخواني هذه هي البوكس بكل سهولة إخواني ليس هناك أي تعقيدات في الدزاين يمكنكم وضعها خلف التلفزيون تدعونه بالجانب يمكنكم إلصاقها خلف التلفزيون بكل سهولة مع أي أدابتر أو أي لاسق كما شاهدون هذه هي الـ Nvidia Shield TV 2019 مع بعض سنقوم بشبكها على التلفزيون وسنجربها مع بعض لا تذهب بعيدا لأن هناك العديد من المفاجآت في هذه القطعة نلتقي بعد هذا الفاصل القصير أهلا بكم من جديد لتوصيل الـ Nvidia Shield على التلفزيون فهو سهل جدا شاهدوا جيدا لدينا منفذ الـ HDMI من هذا الجانب لدينا منفذ الكهرباء هو هذا وقمت بسوصيل أيضا من منفذ الـ RG45 للروتر مباشرة التنصيب سهل يمكنكم وضعها على الطاولة أو خلف التلفزيون بما أنه عبارة عن سيليندر أو أسطوانة وضعه خلف التلفزيون سيكون سهل جدا هذه هي الواجهة الرسومية والـ Android 9 Pie الرسمية على هذه الـ Nvidia Shield TV سنتعرف على بعض الإعدادات أولا بالضغط على هذا الزر لديكم هذه بعض الاختصارات للدخول المباشرة للإعدادات لدينا هذا الخيار اللي هو الـ EI Upscaling مهم جدا في هذه القطعة وتدعمه إخواني ما هو هذا الخيار؟ هو إذا عندك فيديو أو فيلم مسلسل كيفما كان بجودة الـ Full HD مثلا فالـ Nvidia Shield قادرة على رفع الجودة إلى غاية الـ 4K هناك الدكاء إصطناعي يتحكم في الصورة ويرفع من الجودة حتى لو كانت رديئة جدا فهذه هي التقنية اللي متوفرة الآن في هذه القطعة يمكنكم تحكم في كل الإعدادات الخاصة بالفيديو Upscaling Mode نذهب للتعرف على بعض الخصائص في الـ Device Preferences طبعا الـ About لدينا في الـ Dirtion طبعا هي هذه الـ Pi كما نشاهدون النسخة التاسعة أيضا سنذهب للتعرف على الـ Storage بمأن هذه القطعة تحتوي على 8 جيجا بايت فقط فتشاهدون بأنه 5.4 هي اللي تبقت يمكنكم تنصيفها التطبيقات ونصبت بعض الألعاب وتبقى لي فقط أفالياب تشاهدون 928 ميجا بايت هذا من عيوب الـ NVIDIA Shield ولكن بما أنها تدعم منفذ MicroSD يمكننا رفع من الـ Storage لغاية 128 جيجا فما فوق إذن هذه ليست بمشكلة سنحلها إن شاء الله في فيديو قادم سأريكم طريقة استعمال MicroSD واستعمالها كـ Storage لهذه الـ NVIDIA Shield نتعرف على بعض الخصائص الأخرى إخواني طبعا بما أنها تدعم الـ Google Assistant مباشرة هي هذا لديكم Chromecast Antigree في هذه القطعة وهي النسخة 4K يعني هي جاهزة وبويلتين يعني متوفرة إخواني أيضا هناك شيء آخر في الـ NVIDIA Shield بأنكم يمكنكم إخواني شبق معها يد ألعاب كيف مكانت سواء كانت من NVIDIA لأن لديهم يد ألعاب خاصة بهم من هنا يمكنكم شبق جميع الأكسسوري بالنسبة للـ NVIDIA هكذا وهكذا تضيفون يد ألعاب أو ريموت أو أي قطعة أخرى ويمكنكم أيضا شبق يد ألعاب خارج الماركات أو الموديلات الـ NVIDIA مثلا تشاهدون بأنني قمت بتوصيلها مع GameSir G5 ولنعود معها في هذا الفيديو طبعا سأريكم كيف تعمل إذن هذا بالنسبة للإعدادات الآن نتعرف على باقي التطبيقات Shield TV 2019 تضم منفذ جيجابيت إترنت هذا المنفذ إخواني تسهل سرعته لغاية 1000 ميجابيت وسنجربه هنا في مكتبنا وطبعا اشتراكنا هو بسرعة 100 ميجابيت وهذه السرعة إخواني هي عبارة عن خط فيبر سنجربه بتطبيق أناليتي ونشاهد السرعة مع بعض أحبائي وستشاهدون بأن هذه القطعة ممتازة جدا في الإترنت لاحظوا فاقة المئة اللي مشاركين فيها هنا نحن لاحظوا السرعة أحبائي جميل جدا 107 كdownload وقريبا إلى 17 إلى 18 طبعا هو متغير هذه هي سرعة الرفع بالنسبة لهذه القطعة 107 12 ستريمينج سيكون رائع كما تشاهدون فهو كله طبعا مفاعل لغاية الـ 8K نعم ممكننا ستريمينج بهذه السيغة أو بالـ 4K UHD وغيرها بما أن الإترنت قوية في هذه القطعة وأيضا خط فهو ممتاز سنقوم بتجربة التطبيقات الشهيرة واللي طبعا تدعمها هذه الـ Nvidia Shield وهي رسمية لدينا نتفلكس، يوتيوب، برايم فيديو كلها تشغلها بالصيغة الـ 4K لا مشكلة نهائية إذن نبدأ بـ Netflix سأعرض لكم القليل فقط من هذا التطبيق لكي لا نلقى مشاكل حقوق أو إذن هذا هو نتفلكس شاهدون إخواني طبعا الجودة ممتازة لو كان لديكم حساب لهو بريميوم فستقومون بعمل ستريمينج بجودة الـ 4K إذن بالنسبة لـ Netflix طبعا حتى الـ Navigation فهي سهلة جدا عن طريق هذا الـ Remote إذن وتدعم طبعا الترجمة باللغة العربية بالنسبة ليوتيوب إخواني فهو أيضا يدعم الـ 4K أحبائي وهذا شيء رائع نذهب للبحث هنا ونبحث على فيديوهات 4K ندرب أحد الفيديوهات كيفما كانت مثلا يكون هذا الفيديو موريال وهو طبعا بجودة الـ 4K قم بالتمرير قليلا وشاهدون الجودة إخواني سيظهر معكم الستريمينج رائع شاهدوا هذه هي طبعا بجودة الـ 4K ممتاز جدا بالنسبة للـ Prime Video إذا وضعتم يشترك طبعا هو يعني هناك شهادة للـ Prime Video في هذه القطعة وتشغيلها بالـ 4K طبعا ممتاز جدا طبعا هذا حسابنا في الـ Amazon Prime طبعا لن أشغل بعض الفيديوهات وبعض الأفلام طبعا يمكنكم إما شراء بعض الأفلام أو عمل رينت لها من أمازون Prime هذا بالنسبة للتطبيقات المهمة الآن سنجرب شيء آخر على هذه القطعة مع بعض لتذهبوا بعيدا بالنسبة للتطبيقات في الـ Nvidia Shield TV إخواني فهي محدودة لأن المتجر الخاص بها هو الـ Google Play Store جميع التطبيقات فهي مخصصة فقط للـ Android TV إذا كنت تبحث على تطبيق معين ولم تجده على الـ Play Store يمكنك تنصيبه يدويا عن طريق الـ Micro SD مباشرة عن طريق الـ APK أو من خلال بعض التطبيقات التي متوفرة على الإترنت والتي من بينها المتجر AppToy TV الذي أنصح بتنصيبه من خلاله يمكنكم تنصيب أي تطبيق مباشرة على هذه الـ Nvidia في حالة ما قمت بتنصيب تطبيق معين وقمت بالذهاب إلى التطبيقات المنصبة لديك هنا في الـ Application ولم تجد التطبيق هنا فيمكنك استعمال هذا التطبيق الذي هو مهم جدا الذي هو Side Load Launcher هذا اللاونشر بمجرد دخول عليه فهو سيتعرف على كل التطبيقات المنصبة على الجهاز وهو كما تشاهدون يمكنني الآن الدخول على تطبيقات لم أكن أراها في التطبيقات التي على الجهاز من هنا هذه هي الطريقة لتنصيب التطبيقات خارج المتجر Play Store عن طريق الـ AppToy TV بطريقة سهلة جدا بالنسبة لهذه Channels هذه كلها Channels يمكننا تخصيصها من هنا Customize Channels من هنا يمكننا مثلا تفعيل Google Play Music يمكننا أيضا في اليوتيوب أن نقوم بتفعيل بعض الفيديوهات المقترحة أو Trending بكل سهولة في Channels ويمكننا أيضا من هنا أن نقوم بترتيبها حسب الاختيارات بالنسبة ليوتيوب ومثلا تشاهدون بأن هناك Trading لبعض الفيديوهات يمكننا أيضا الوصول إلى الفيديوهات الخاصة بنا كما تشاهدون هذا البث المباشر الخاص بنا ومن هنا يعني مجموعة من Channels سهلة جدا بالنسبة للـ Android TV النسخة التاسعة L-Pi إذن هي هذه الآن إخواني ابقوا معنا سنجرب الألعاب الآن موسيقى كانت هذه بعض اللقطات من لعبة الأسفلت ثمانية هي لعبة قوية مع ذلك الـ NVIDIA Shield شغلتها بامتياز شاهة الغرافيزم شاهة الصورة فهي ممتازة لماذا؟ لأن هذه القطع هي من شركة إنفيديا وشركة إنفيديا هي شركة رائدة في تصنيع كروت الشاشة المخصصة للألعاب يعني أي جهاز يأتينا من هذه الشركة أكيد يكون مميز في تشغيل الألعاب القوية وأيضا العادية للاستمتاع بكل امتيازات هذه الألعاب تحتاجون إلى Game Controller لدى شركة إنفيديا Game Controller خاص بها يباع تقريبا بـ 60 دولار تجدونه في مواقع إنفيديا وأيضا في المتاجر المعتمدة في مثالنا اليوم وفي هذه المراجعة قمت بتوصيل GameSeer G5 هذه أيضا مميزة جدا من شركة عالمية ويمكنكم أيضا توصيلها مع السمارتفون لها مراجعة خاصة بها أيضا هي تعمل عن طريق اللمس بالنسبة لهذا الباد اللي تضمه Antigrid يمكنكم توصيلها مع القطعة بكل سهولة أيضا يمكننا التحكم في القطعة كما لو أن لدينا Remote Control إخواني فيمكن هنا بكل سهولة توصيلها هكذا والتحكم في الانفيديا شيلد كما لو أن لدي Remote إخواني بالذهب إلى الإعدادات نذهب بهذا الزر هكذا ويمكننا الوصول إلى Remote Accessory من هنا يمكنكم شبك GameSeer عن طريق البلوتوث كما لو كان أي جهاز عادي يعني هنا أدت بلوتوث أكسسوري وتشبكون القطعة نأتي الآن للمهم واللي هو مميز في هذه القطعة إخواني واللي هي الانفيديا شيلد انفيديا شيلد إخواني تضم انفيديا جيمز انفيديا جيمز هي منصة ألعاب تابعة لشركة انفيديا وهي باسم جي فورس ناو والجي فورس ناو إخواني هي عبارة عن منصة ألعاب سحابية يعني كمثال مثلا الأصفل ثمانية أنا قمت بتنصيبها هنا على الجهاز الانفيديا شيلد لكن يمكنكم لعب ألعاب من منصة الانفيديا من غير تنصيبهم يعني تلعبون أونلاين من خلال خدمة الجي فورس ناو لو تشاهدوا بأنها لديكم فري ويد شايل هناك بعض الألعاب يمكنكم لعبها بصورة مجانية لأن حساب الجي فورس ناو هناك حساب مجاني يتيح لكم الدخول والانتظار طبعاً ولعب ساعة تقريباً والحساب المدفوع بسيارة ستة يورو تقريباً للشهر الواحد إذن لو ذهبنا على أي لعبة مثلاً هذه توم رايدر قم بالدهاب إليها بالدخول عليها هكذا ونتخط على بلاي الآن سنلعبها أونلاين كمثال بالدهاب على هذا الجيم إخواني بما أن هذا حساب مجاني في الجي فورس ناو ستنتظرون لدي بعض اللاعبين قبل مني طبعاً في لائحة الانتظار تقريباً 490 تنتظر تقريباً 20 دقيقة 30 دقيقة على حسب لتجد مكانك للعب لأنه طبعاً حساب مجاني هناك ألعاب أخرى طبعاً سنقوم بالخروج لأننا لن نلعب هذه اللعبة الآن بالنسبة لهذه المنصة إخواني هناك بعض الألعاب مثلاً بلاي ويد ريموت هذه الألعاب اللي تشاهدون كلها يمكنكم لعبها هذا كلها يمكنكم لعبها من خلال الريموت كونترول فقط وهذه الألعاب بلاي ويد ريموت تلعبونها بالريموت من غير استعمال الجيم كونترولر أيضاً لديكم هنا بعض التصنيفات لديكم مولتيبلاير أونلاين تلعبون مع ألعاب لاعبين آخرين وهي مصنفة حسب الفئة طبعاً منصة انفيديا غنية باللعاب تقريباً أكثر من 500 لعبة حالياً وهي منصة مشهورها عالمياً ويمكنكم شبكوا بعض الألعاب الخاصة بكم معها مهم لن أدخل في التفاصيل على الأمم هنا free with child free to play هذه الألعاب كلها مجانية يمكنكم لعبها اللي تشاهدون كلها مجانية يمكنكم لعبها مباشرة على حسابكم في الانفيديا شيلد وتقومون بتنصيبها بشكل سهل جداً الجيم كونترولر ممتازة كما قلنا هذه لها موعد قادم كمراجعة هذا كل شيء بالنسبة للألعاب طبعاً هناك المزيد في الفيديوهات القادمة هكذا يقوني نصل لنهاية هذه المراشعة الخاصة بالانفيديا شيلد الفين والتعطاش والآن سأعطيكم أهم المميزات وأيضاً العيوب نبدأ بالمميزات واللي هي عديدة جداً نبدأ بأول ما لفتها انتباهي هو جودة التصنيع والديزاين الجودة منتازة خصوصاً انفيديا لم تبخل علينا من ناحية الجودة في التصنيع والريموت أعجبني كثيراً خصوصاً خاصية الباكلايت يعني يمكن أن تستعمله في الضلام وهو رائع جداً ويعمل بشكل ممتاز خصوصاً بتقنية البلوتوث النسخة الخامسة أهم شيء ما يميز هذه البوكس أخواني هي الجيمينغ هي أنها مخصصة للألعاب لن تجد مشكلة نهائياً في تشغيل الألعاب القوية وأيضاً في تشغيل أي لعبة عن طريقي الجيم كونترولر لن تحتاج لإيميولاتور ولن تحتاج لأي تطبيق يساعد في تشغيل بعض الألعاب القوية لذلك ستشغلوها بشكل كامل مباشرة عن طريقي الجيم كونترولر أيضاً من ناحية الستريمينغ فهي قوية جداً تشغل لكم اليوتيوب، نتفلكس، أمازون برايم بصيغة 4K وهي مدعومة من جوجل وأيضاً مدعومة من شركات استريمينغ لذلك لن تجد مشكلة نهائياً في تشغيل هذه التطبيقات لو كنت مشترك فيها بالنسبة للـ 4K فهي تشغل الفيديوهات High Bitrate بشكل سلس جداً وأيضاً الفيديوهات التي تدعم صيغة الـ 60 FPS فهي تعمل بشكل رائع مجربة بالنسبة للـ IPTV بشكل سهل جداً تشغيل الاشتراكات في جميع التطبيقات فهي تعمل من غير مشاكل الـ Wi-Fi إخواني ممتاز الـ 2.4 و 5 جيجاير تقنية الـ 2 في 2 ميمو فأيضاً هي ممتازة البور الخاص بالـ Ethernet الجيجابيت يعمل بامتياز شاهته من السرعة أيضاً شيء آخر بالنسبة للتطبيقات يمكنكم تنصبها خارج المتجر من غير مشاكل بتقنية Side Load اللي شرحناها عدة مرات عدد كبير من المميزات إخواني متوفرة في هذه القطعة بكل الخصائص اللي تحتاجونها طبعاً ستجدوها في الـ Nvidia Shield نأتي الآن للعيوب اللي اكتشفتها في هذه القطعة إخواني أولاً بالنسبة لـ Micro SD طبعاً هذا عيب يعني في أظنه لأن الـ Micro SD قريبة جداً من منفذ الـ HDMI يعني يجد نزع المنق الكابل لوضع بطاقة الداكرة لأن المكان صغير شيئاً ما هذا عيب ربما سيتداركونه في نسخ أخر عيب آخر هو بأنها تضم 8 جيجا بايت كاسعة تخزين وهذا طبعاً يجب استعمال Micro SD لإضافة سعة تخزين أخرى وهذا سنلاحظه طبعاً في قلة الـ Stockage الخاص بهذه القطعة لكن يمكنه أن ننصب التقنية أخرى من خلال إضافة بطاقة الداكرة ونضيف في حجم التخزين عيب آخر هو الرام 2 جيجا بايت DDR3 فهذا تغير كافي طبعاً حبداً لو كانت 4 جيجا بايت ستكون أفضل لكن مع ذلك فهي تعمل بامتياز العيب الآخر إخواني هو أن العلبة لا تأتي بالـ HDMI كابل لكن يمكنكم شراء كابل ممتاز وتشغلون به الجودات 4K من خلال شكه على تلفزيون 4K هذه من العيوب اللي لاحظتها مع ذلك فهي تبقى بوكس ممتازة رائعة يمكن الاعتماد عليها يمكنكم طبعاً شراءها من موقع إنفيديا مباشرة تنسعها تقريباً 160 يورو في إنفيديا أوروبا في أمريكا تقريباً 160 دولار أو أكثر وأيضاً يمكنكم شراء الجيم كونترولر الخاصة بها وسعمالها بشكل سلس كما شاهدتم هذه كانت المراجعة لهذه القطع لنا عودة مع بعض الدروس الخاصة بها لذلك قبل أن تذهبوا وتغلقوا هذا الفيديو أدعوكم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إلى هناك وقد وصلت من نهاية هذه المراجعة أدمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة